السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم الموصول هو اسم معرفة يدل على شخص معين لأن هو اسم هذا معرفة يدل على شخص معين أو شيء معين ويصل أجزاء الكلام بعض tribunal مثال العاملين الذين جاءوا من الذين جاءوا؟ العاملين الذين إذن عائد عمين عن العارمين إذن هنا تم ربط أو إيصال أجزاء الكلام ببعض cob لذلك سميه بهذا الاسم اللي هو الاسم الموصول لا تي إلى أنواع الاسم الموصول أو ما هي الأسماء الموصولة لا تي إلى الأول اسم وهو الذي الذي هو المفرد المذكر إذن الذي للمفرد المذكر مثال أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي هنا أنا الذي الذي مين؟ من قال هذا البيت الشعب؟ المتنبي ممتاز إذن ممتنبي مذكر فهنا الذي لاحظ أنه هي للمفرد المذكر وأنا بدلع المياش واحد شخص واحد فهنا نقول الذي مفرد نأتي الآن إلى النوع أو اسم الثاني هي التي التي للمفرد المؤنث إذن الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث مثال الحكمة هي الضالة التي ينشدها العاقل الحكمة هي مفرد ولكن مفرد شو؟ مؤنث لذلك هنا جاءت التي نأتي إلى الثالثة من الأسماء النوع الثالث من الأسماء هو اللذان أو الذين تأتي اللذان والذين مثنة لمن المثنة؟ للمذكر نأخذ مثال عاد المعلمان اللذان شاركا في المؤتمر العلمي نأتي إلى النوع الرابع التي التي هي للمثنة المؤنث المثنة المؤنث مثال اللوحتان اللتان في المعرض جميلتان نأجل النوع الخامس الذين هي الجمع المذكر مثال نقدر العاملين الذين يحافظون على الثروات الوطنية سادسا اللواتي للجمع المؤنث مثال الفتيات اللواتي أنشدنا في الحفل مجيداتهم إذن هنا الاسم الموصول يأتي للمذكر المؤنث يأتي في حالة المفرد والمثنى والجمع طبعا لكل نوع اسم طبعا ولكن نركز على المثنى المثنى في اللتان واللتين للمثنى المؤنث اللتان نلاحظ أنه في إلحة لتان للمثنى المؤنث هنا مرة في رفع الألف ومرة في الجر والنصب الياء وكذلك اللذين واللذان في اللذان في حالة الرفع للمثنى والذين اللذين أعتبر اللذين في حالة النصب والجر للمثنى نأتي الآن إلى التنبيه بسيط وهو الأسماء الموصولة كلها تأتي مبنية على ما ينتهي به آخرها إذن هي تأتي جميعها مبنية وتعرف مبنية في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر في محل رفع مفتدأ في محل رفع خبر في محل رفع فاعل في محل نصب مفتدأ في محل جر في محل جر بالإضافة في محل نصب حال ما عادة اللذان واللتان يعني في حالة الرفع وفي حالة النصب لا المثنى سواء للمذكر والمؤنف اللذان واللذين اللتان واللتين سواء بالمذكر والمؤنف في حالة الرفع وفي حالة النصب بيرفع بالألف وينصب ويجرب الياء تمام نأتي الآن إلى فوائد إعرابية طبعا هي غير مطلوبة ولكن للتمييز أو للمعرفة نأخذ مثال عشان نميز إعراب المثنى عشان نعرف إن هون مثنى ولا مش مثنى وكيف نعرف المثنى وكيف نعرف الأسماء الموصولة الأخرى مثال الذي يؤتي ماله يتزكى الذي هنا للمفرد المذكر صحيح ما إعراب الذي هنا مين بحبي يعربها ممتازية في محرفة مبتدأ صحيح هي أجد مبتدأ ولكن ما نحكي مبتدأ منحكي اسم موصول لأن هي أحد أنواع الأسماء الموصولة ومنحكي إنها اسم موصول مبني على السكون في محرفة محرفة مين؟ المبتدأ تمام؟ إذن يصبح إعرابها اسم منصوب مبني اسم موصول مبني أحد اسمها موصولة إذن إعراب ثابت اسم موصول مبني على مبني على ماذا؟ على السكون في محرفة مبتدأ تمام؟ مثال ربنا أرانا لذين أضلانا اللذين هنا مذكر مثنى مذكر صحيح إعراب بيكون ممتاز مفعول به منصوب علامة نصبه اليا لأنه ملحق بالمثنى لأنه ملحق بالمثنى نلاحد أن المثنى من الأسماء الموصولة تم إعرابها كالمثنى بينما باقي الأسماء الموصولة فهي مبنية في محر رفع أو نصب أو جار حسب موقعها في الجملة وللتسهيل عملية الإعراب نحذف الاسم الموصول نحذفه تمام وما بعده نحذف الاسم الموصول الجملة اللي بتلي تمام نستبدله بتأويل مناسب مثال رأيكم الذين نالوا المرتبة العالية نحذف الذين نالوا المرتبة العالية نحكي رأيتهم من محن الذين نالوا المرتبة العالية مين اللي بنالوا المرتبة العالية المتفوقين او الطالي الطلاب او العاملين منتاز رأيت المتفوقين طيب نجي نعرب رأيت المتفوقين رأيت ورأى فعل التفاعل والمتفوقين مفعول به اذا هنا الذي تأتي باعراب ماذا باعراب المتفوقين هي حلة محل المتفوقين تمام فهنا تعرب اسم مفعول به منصوب ولذلك لا يعرب اسم موصول مبني في محل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ممتاز اذا هو اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به او بشكل عام نحكي الذين هو مبني على الفتح في محل نصب مفعول به او مبني على السقوم في محل نصب مفعول به او مبني على السقوم في محل رفع مبتدع تمام نأتي الآن عزيز الطالب إلى حل التدريبات والتراكيل املأ كل فراغ فيما يأتي باسم موصولة مناسبة مما بين القوسين بميحل يلا مين بيحب يحل الذين اللذان اللتان الذي اللذين اللواتي والتي ألف أقدر أبي فراغ علمني الشجاعة وأحب أمي فراغ ربتني على مكارم الأخلاق أقدر أبي من هو البقدرة علمني الشجاعة من اللي علمني الشجاعة أبي صحيح إذن هنا مفرد وهم ذكر لاذا من حلم حالها الذي إذن أقدر أبي الذي علمني الشجاعة ونأتي إلى أحب أمي فراغ ربتني على مكارم الأخلاق من ربتني أمي أمي مفرد ومؤنث أجب نحكي التي ربتني على المكارم ممتاز جدا بعجبت برجال الدفاع المدني فراغ أخمد الحريق أخمد الحريق هنا من الأخمد رجال الدفاع المدني الرجال الرجال هي جمع مذكر جمع أجب نحكي الذين ممتاز أخمد الحريق فاز المهندسان فراغ أشفاء على تنتهي المشروع من الأشرف المهندسان إذن مثنى مذكر فهي اللذان ممتاز احترم النساء احترم النساء فراغ ينشئن مشارعة موية نافعة من البنشئن النساء النساء جمع مؤنث اللواتي ممتاز جدا نجحت الطالبتان فراغ ثابرتا على العلم من الثابرتا الطالبتان طالبتان مؤنث مثنى اللتان ممتاز جدا نأتي إلى السؤال الثاني امنأ كل فراغ في الجملة الآتية بكلمة مناسبة مما بين القوسين زارتا يصنعون يعتني بناها طالبنا و يزين ألف زرت قلعة عجلون التي فراغ عز الدين أسامة عز الدين أسامة بناها ممتاز ضيب المخلصون هم الذين فراغ المجد والتاريخ للأمة يصنعون ممتاز عجبا للإنسان الذي فراغ بمظهره ولا يزين خلقه يعتني ممتاز النساء اللواتي فراغ بحقوقهن واعيات ممتاز طالبنا بحقوقهن نواعيات استمتعت السائحتان اللتان فراغ المحمية بالتجول في أرجائها زارتا ممتاز نأتي إلى السؤال الثالث حول في دفترك الجملة الآتية إلى المثنى والمذكر والمفرد المؤنث والجمع المؤنث وغير ما يلزم أن الجملة اللي هي فاز العالم فاز العالم الذي له دور في خدمة الإنسانية بجائزة نوبل المثنى المذكر فاز العالمان اللذان العالمان اللذان طبعا هنا اللذان لها كمان ألف لهم لام أعتذر لام هي لامتين خضاء مفضع لهما دور في خدمة الإنسانية بجائزة نوبل نأتي إلى المفرد المؤنث في المؤنث فازت العالمة التي لها دور في خدمة الإنسانية بجائزة نوبل ممتاز نأتي إلى جمع المؤنث فازت العالمات اللواتي العالمات اللواتي لهن دور في خدمة الإنسانية بجائزة نوبل نأتي الآن إلى السؤال الرابع استخدم كل اسم موصول هذه الأسماء اللي هي اللات اللوات اللذان في جمل مفيدة من تعبيرك طبعا هذا السؤال تترك إليك عزيز الطالب أتمنى الإجابة على الدفتر وحل الأسئلة على الكتاب صفحة 63 يغطيكم العافية هكذا نكون قد أنهينا هذا الدرس اللي هي النواع المعرفة باسم الموصول ويعطيكم العافيتات معكم مسأسماء